ازايكم عاملين اي رب تكونوا بخير انا ايا ودي قناتي حياتي في ايطاليا لو لسه اول مرة تشوفي القناة ياريت تنضم العيلتي وتعملي سابسكرايب للقناة ولايك للفيديو ده كمان وان شاء الله هتلاقي في قناتي كل اللي يعجبك من فلوكات ومن اكلات ومن حلويات وكل حاجة النهاردة يا بنتات الحلوين هنعمل مع بعض حلوة سهلة جدا 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 مش تحتاجي لفرن ولا هتحتاجي مكونات كتير ولا هتحتاجي بقى زبدة ولا بيد ولا اي حاجة الحلوة زي ما انتو شايفين كده يلا نشوف المقدير والمكونات بس قبل اي حاجة حطي لايك ويلا بينا نبتدي مقدرنا زي ما انتو شايفين كده سهلة جدا جدا ومتغفرة ان شاء الله عندكم كل اللي احنا نحتاجه هنحتاجه كل اللي احنا نحتاجه في المكونات زي ما انتو شايفين كده هنحتاج اي نوع بسكوت يكون سادة وكمان هنحتاج كيس كريم شامتي حوالي 250 جرام وثلاث معالق من الحليب المحلى المكسف ممكن استبدالهم بثلاث معالق من السكر البودر وكمان عندنا لبن عادي خالص من لا سخن ولا سائع لبن متوفر جدا يعني يكون بدرجة حرارة الغرفة وكمان عندنا شوكولاتة نوطلق او اي نوع شوكولاتة متوفر عندكم اول حاجة كده هنجيب بولة ونفضي فيها الكريمة وهستخدم مضرب السلك وهبدأ ان انا اضربها مع كوباية الميا السقعة اللي بتبقى من التلاجة او كوباية لبن سقعة شايفين الكريمة بتاعتي تمام انا هنا مش هستخدم مضرب الكهربائي عشان مش عايزاها كريمة زي بتاعة الترطة لا عايزاها تبقى زي الاشتاك كده دلوقتي هضيف تلات معالق كبار من الحليب المحلى المكسف وهبدأ اقلبه عايز اقول لكم ان طعم الحليب المحلى المكسف في الوصفة دي حلوة قوي وطعم جدا 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 تمام دي الكريمة عندنا جاهزة كده دلوقتي زي ما ان شايفين انا هنا حط البسكوت وهبدأ ان انا اسأسأه في اللبن لبن بدون اي اضافات لسكر ولا اي حاجة لان اريدي الكريمة بتاعتي مسكرة وكمان الشوكولاتة مسكرة فانا مش عايزة كمية سكريات تبقى في الحلوة بتاعتي تخليكي تجزعي منها لقى بالعكس عايزاكي تكليها وتحبيها انا هنا هبدأ ان انا ارس طبقتين من البسكوت فوق بعض عشان طبقة واحدة تبقى رؤيئة جدا هبدأ ان انا اعمل طبقتين زي ما انتوا شايفين معايا بالشكل ده الحلوة بتاعتي بقى تقدري تزودي فيها الطبقات تقليل الطبقات على حسب ما انت عايزة يعني تقدري تعمليها طبقتين اتنين تقدري تعمليها تلاتة على حسب ما انت عايزة وعلى حسب الكمية اللي انت عايزاها وحسب رقحتك انت يعني انا كده دلوقتي ببدأ في رص الطبقة التانية من البسكوت حاولي تقفلي كل الفتحات اللي بتبقى بينها من البسكوت هيخد بقى دلوقتي معلقتين من الشوكولاتة طيب لو يا ايا مش عندي شوكولاتة ان يطلق اعمل ايه اي نوع شوكولاتة تقدري تعمليه على حمام بخار او تحطيه في المايكرويف خمس دقايق او ثلاث دقايق هيستحن معاكي فيبقى معاكي شوكولاتة قبل للده هيخد بقى نصة كمية الكريمة بالشكل ده وهقلبها مع بعض مع الشوكولاتة شايفين لونها حلوة قوي الحلوة دي حلوة جدا للناس اللي بتبقى عايزة تعمل حلوة سريعة ومعنديهاش اي نوع بسكوت غير البسكوت السادة بتاع الشاي وكمان لو عندك مية بسكوت للاطفال والاطفال ما بيأكلوهاش هيقدروا يأكلوها في الحلوة دي دلوقتي زي ما انتم شايفين انا بدأت ارس الطبقة التانية زي ما عملت في الطبقة الاولانية بالضبط بحط البسكوت في اللبن وببدأ ان انا ارسه بالشكل ده هنا خلاص خلصت الطبقتين هبدأ اعمل زي ما عملت في الطبقة الاولانية هحط الشوكولاتة هحط معلقتين مش كتير برضو عشان ما تبقاش مسكرة معاكي ومحدش ما يرضاش يكلوها يعني هتوزعي الشوكولاتة بالشكل ده تقدر تجيبي اي نوع شوكولاتة وتسيحي وتستخدمي يعني مش مشكلة تماما دلوقتي بقى حط الكريمة زي ما حطتها برضو في الطبقة الاولانية وهبدأ اوزعها كده بالشكل ده بحيث ان هي اتغطي برضو كمية البسكوت كده الحلوة بتاعتنا جاهزة على التقديم نقيصها حاجة واحدة بس ان هي تدخل التلاجة حوالي نص ساعة او ساعة على حسب ما انت تسيبيها وتقدري بعد كده تقدميها لديوفك وهتبقى حلوة حلوة جدا جدا لو عجبتكم متنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب شوفكم في حلوة جديدة واكلة جديدة باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة